اشتركوا في القناة عشان اكيد في امثال كتير محتاجين نتخلص منها وعلى فكرة من ضمن الكلمات المشهورة في كلمات اصلا سليمة ولكن الناس بتظن انها غلط وهديكم بها مثال وابدأ بي حلقتي لله دي بعد ما تصلى على الحبيبك صلى الله عليه وسلم بعض الناس واقف مثلا بيتكلم مع صاحبه فبيقول له عملت امبارح يقول له انا واعوز بلا من كلمة انا رحت المكان الفلان وعملت كذا وبعدين انا واعوز بلا من كلمة انا رحت المكان الفلان وجبت كذا ويظن ان كل ما يقول كلمة انا لابد ان هو يقرنها بكلمة واعوذ بالله من كلمة انا لان ابليس قال انا خير منه فكلمة انا مش مذمومة في كل الاحوال والدليل على كذا ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطالب وقال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولدي ادم يوم القيامة ولا فخر وقال انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لاصحابه قال من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا ما قالش انا واعوذ بالله من كلمة انا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا قال من تبع منكم اليوم الجنازة قال ابو بكر انا قال من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مرئين إلا دخل الجنة يبقى إذن مش في كل حالة جماعة كلمة أنا مذمومة هي تذم في حالتين بس الحالة الأولية لو كانت على سبيل الكبر بقولها وأنا متكبر على الناس اللي حوليها في الحالة دي تذم في الحالة التانية جماعة إن أنا كون رايح بخبط على واحد رايح له زيارة وبخبط عليه فبيقول لي مين فبقول له أنا كأن عايز أقول له أنا الذي أعرف أنت من تشعر فأنا مين ففي الحالة دي لازم أقول اسمي ولو قلت أنا ممكن أقول أنا بس أقرنها باسمي أنا محمود أو أنا محمد أو أنا شريف أو أنا فلان إنما ما قلش أنا وأسكت إيه الدليل على كده حديث البخاري المسلم عن جابر بن عبد الله أنه ذهب إلى النبي وطرق الباب فقال من فقال أنا ففتح النبي الباب وقال أنا أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحوال تلاقي واحد مثلا كان فقير وربنا أغنى وأسع عليه من صنوف النعم فيجي واحد متضايق قوي وحقد عليه وزعلان فواحد صاحبه بيقول له انت زعلان ليه بيقول له يا أخي ابك على الزمان اللي خلى القصير شمعدان يعني عايز يقول له إن الزمن هو اللي بيصنع الإنسان وبيغنيه مع إن الزمن لا مشيئة له والزمن يعني لا يشأ وإنما الذي يشأ هو الله سبحانه وتعالى وده فيه اعتراض على قضاء ربنا وفيه سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى لأنه ظن إن ربنا ما بيفعلش الأمر ده الحكمة وإن ربنا بيعطي الذي لا يستحق ويمنع الحق عمن يستحق فالزمان لا مشيئة له ولابد إن الإنسان يكون عنده إيمان بالقضاء والقدر والدنيا ليست مجال إكرام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير وكان يربط على بطنين حجرا من الجوع فلو كانت المسألة إن كل واحد ربنا بيعطي الفلوس ده لما كانته قدر عند ربنا يبقى معنى كده إن النبي ما كانش ليه قدر عند ربنا حاشا لله سيد ولد آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر أحيانا تلاقي واحد بيقول لواحد أنت بتتعامل مع فلان ده إزاي أنت مش عارف إن هو قصير وانت عارف المسأل بيقول الطاق شرة من اقتربة من الأرض والمسأل التاني اللي بيقول كل قصير مكير مين قال الكلام ده ومين قال إن المكر والدهاء واللقم لابد أن يكون في القصير طب ما ممكن يكون في الطويل وهل المكر لازم يكون في الأبيض ما ممكن يكون في الأصمر وهل المكر لازم يكون في الرجال ما ممكن يكون في الرجال أو في النساء أو في الأطفال فالمكر ماريش علاقة لا بالطول ولا بالقصر بالإضافة أن ده في استهزاء وسخرية من الناس وقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولذلك أمنا عيشة في يوم الأيام لما سخرت من أمنا صفية وبتقول للنبي حسبك من صفية أنها هكذا هي ما قلتش كلمة هي بس شورت منها قصيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته مجرد الإشارة دي لو تحولت إلى كلمة والكلمة دي تحولت إلى سائل السائل ده ترمى في البحر يعكر مية البحر كله أخي وحبيبي أوعى تصخر من حد وأوعى تعتقد أن فلان ده عشان قصير يبقى مكار وفلان ده عشان طويل يبقى كذا أوعى تصخر من الناس في جملة منتشرة برضو بين كتير من الناس تتعامل مع واحد فيضحك عليك فصحبك التاني بيسألك بيقولك عملت إيه بيقولك فلان دحك علي أصلي أنت عارف أن ابن الحرام ما خلاش حاجة لابن الحلال ودي فيها أفات كتير أول جملة ديت من ضمن الأفات اتهام الناس بأنهم مولاد حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وكان من ضمنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات وقال جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يبقى الجملة دي بتحتوي على شرور من ضمنها قذف الناس قذف المحصنات أنه بيقول أولاد الحرام ما خلوش حاجة لأولاد الحلال يبقى كأن الدنيا دي تمالت بأولاد حرام وإنت ادعيت أن يدور أولاد حرام وده قذف للناس وحرام أن أنت تقول حاجة زي كده الحاجة الثانية أن المثال دوت بيزرع سوء الظن بين الناس كأنك عايز تقول ما فيش حد في الدنيا دي كويس أبدا مع أن في ناس كويسة وإن كان الشر الآن سائد والمكر الآن سائد إلا أن برضو الدنيا لا تخلو من الخير وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلو من الخير ومن أهل الخير أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى واحد ماشي في الشارع فلقى أخناقة فقال لزمينه إيه ده فيه أخناقة تعالي نحوش ونحجز ونحاول نصلح ما بينهم يقول لي يا عم سيبك منهم تملك بيهم أنت ما سمعتش المثال اللي فيقول مينوب المخلص إلا تقطيع هدومه طبعا المثال ده بيبطل فريضة واجب كبير جدا على المسلمين وهو الأمر بالمعروف أنها على المنكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرم فليغيره فلازم تخشد غير منكر بالإضافة أن دولة إخوات اتنين إخوات بيتخنقوا مع بعض إنسان مسلم وإنسان مسلم وحتى لو مسلم وغير مسلم والمسلم بيعتدى على غير المسلم فدي مظلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك ودعوة المظلوم وإن كان كفرا فإنه ليس دونها حجاب فلما يكون اتنين مسلمين المولى عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة ومن ضمنها تعدل وبين الاثنين صدقة فإنت الواجب عليك إن أنت تخش وتحجز ما بينهم وتمنع الشجار وتصلح ما بينهم وحتى لو تقطع قميصك احتسبه في سبيل الله سبحانه وتعالى أنت عملت خير وقلفت بين قلب اتنين مسلمين ربنا يا أجورك بعض الأمثلة اللي منتشرة برضو في بعض الأحياء خناءات كتير ومشاكل كتير واحد قاعد في بييته بفجأة زمع أخوك بيتخانق نزل قاعد يضرب اللي بيتخانق مع أخوه ابن عمك بيتخانق نزل يتخانق مع اللي بيتخانق مع ابن عمه طب إنت عرفت القصة إيه يقول لك ما أنت مسبعتش المثل اللي بيقول أنا واخويا على ابن عمي وأنا وابن عم على الغريب الله طب ما ممكن يكون أخوك هو اللي غلطان فازاي تخانق ابن عمك وأخوك أصلا هو اللي غلطان وممكن تكون بتتخانق مع ابن عمك ضد الغريب ويكون الغريب هو اللي صاحب حق وما لإيه اللي عمله في الوقت ده اللي تعمله في الوقت ده أن أنت تسمع للتنين وتشوف مين اللي غلطان فلو كان أخوك اللي غلطان ترده والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنصر أخاك ظالما أو مظلما قالوا ننصرهما الضمان يا رسول الله دي معروفة فكيف أنصره ظريما قال تحجزه عن ظلم وتحاول تصلح بين الاثنين بدلا ما تقول أنا واخوي على ابن عم وابن عم على الغريب بالعكس لنت تتحاول أن تشوف الموضوع وتصلح ما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بالا يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين حيانا في بعض الأماكن ناس قاعدين وفي حالهم ما فيش أي مشكلة فجأة ربنا يعافينا عافيكو يا رب العالمين حصل زلزال أو بركان أو حصل إعصار فواحد يطلع ويقول لك أيوة ده غضب الطبيعة وثورة الطبيعة الطبيعة عمرها ما بتغضب ولا بتثور وما فيش حاجة أخوي وحبيبي في الكون ده كله بتتحرك إلا بأمر ربنا سبحانه وتعالى كل الكون ده كله لا يتحرك إلا بأمر الله قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب فكل شئ في الكون ده كله لا يتحرك إلا بأمر الله فبتقولش غضب الطبيعة ولا تقول يعني ثورة الطبيعة اسمع قول المولى عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير اسمع لقول المولى عز وجل فكلا أخذنا بذنبي فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا إذا لو زلزال بركان إعصار أي حاجة كل ده لا يأتي إلا من عند الله عز وجل إما عقوبة على ناس وإما انذار لبعض الناس عشان يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى إنما الطبيعة لوحدها لا تغضب ولا بالثور تعالوا نكمل موضوعنا بعد الفاصل صلى على حبيبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وده آخر جزء من الصراع الأمثال أو صراع مع الأمثال تعال يا أخي حبيب نشوف حاجة كده مهمة جدا ومن ضمن الأشياء المنتشرة بين الناس وهو مثل مشهور جدا جدا إن واحد داخل بيسلم على صاحبه بيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له عليكم السلام شويتين خرج يشتري حاجة ورجع تاني فبيقول له السلام عليكم فبيقول له عليكم السلام شويتين داخل يجيب حاجة من جوة ورجع تاني السلام عليكم بيقول له يا أخي إيه ده هو أقول له شوية السلام عليكم ده حتى المثل بيقول كتر السلام يقل المعرفة طبعا المثل ده منتشر جدا جدا والمثل ده غلط جدا لأن كتر السلام عمره ما يقل المعرفة بل بالعكس يزيد المعرفة ويزيد الألفة والمحبة بين المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى الدليل على كده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يخرج إلى الأسواق مخصوص عشان يلقي السلام على الناس والناس ترد عليه السلام خب بالك كان الصحابة لما يقابل صحابة يسلم عليه وهم ماشيين لو واحد عدة من حوالين شجرة والتاني عدة يعني لو فرقت ما بينهم شجرة أو حجر أو أي حاجة كان يجددوا السلام لأن النبي قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهم شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه يعني لو أنت ماشي مع صاحبك وماشيين مع بعض معدي فرق ما بينكو عمود نور سلم عليه تاني وإنتوا مع الدين فرقت ما بينكو عربية سلم عليه تاني ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ولو عايز تعرف أن السلام فعلا بيقرب القلوب وبيكسبك حسنات شوف الموقف الجميل دوت واحد دخل على النبي والحديث رأى أبو داود بسند صحيح فقالوا السلام عليكم فرد عن النبي عليه السلام ثم جالس وقال عشر عشر حسنات يعني ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي عليه السلام وقال عشرون فجاء رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال السلام كاملا فقال النبي ثلاثون يبقى إذن كتر السلام عمره ما إلي المعرفة بل يزود المعرفة بفضل الله من ضمن الأمثلة السيئة قوي قول القائل يا مرب في غير ولدك يا باني في غير ملكك حايز يقول ايه حايز يقول لو كنت انت جوزت واحدة والست ديت كانت جزها مات وثابت أطفال يتامة أو هي مطلقة وساعة وعندها أطفال فلو ربت الأولاد دولت وأكرمتهم وأكلتهم وعايشتهم يبقى أنت كده ملكش أجر أصلا لأنك يا مرب في غير ولدك يا باني في غير ملكك والكلام ده الحقيقة ما يصدرش من إنسان عنده مثقال ذرة من رحمة ومن حنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المسلم بيؤجر في كل شيء حتى لو سئيت عصفورة حتى لو قدمت لقمة القطة انت مأجور فيها في كل ذات كبد أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح النبي أن لو كان الأطفال دول يتامة فالأجر بيزيد ويزيد النبي بيقول أنا وكافي اليتيم في الجنة كهتين قال أنا وكافي اليتيم له أو لغيره في الجنة والساع على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ولما راح واحد يشتكي أسوة قلبه للنبي عليه السلام قال له أتحب أن تدرك حاجتك أتحب أن يرين قلبك وأن تدرك حاجتك قال بلى يا رسول الله قال ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك وحنا عارفين أن النبي تجوز أمنا خديجة لما تجوزها كانت متجوزة قبليه مرتين وكان عندها أطفال وكان أم حبيبة برضو لما النبي تجوزها كان عندها ولد برضو كان عندها بنت ولما تزوج أم سلمة كان عندها ستة من الأولاد والبنات ورغم ذلك ما حدش قال يا مرب في غير ولدك يا باني في غير ملكك بالعكس يا مرب في غير ولدك يليك أجري كبير جدا خصوصا لو كانوا يا تامة هتكون مع النبي في الجنة إن شاء الله واحد ماشي فلقى صاحبه كان ليه فلوس عنده واحد ومكسوف يقول له عليها فيقول له يا أخي اطلب منه فلوسك وتجرأ أنت مسمعتش المثل اللي بيقول الخشة في الرجال يورس الفقر الخشة أصده بيه الحياء بالعكس عمر ما كان الحياء ويورس الفقر بل الدين كله حياء والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن من حقك إن انت تطلب حقك ولو صاحبك عايز يقول لك اطلب حقك يقول لك اطلب حقك لكن ما يقولكش الخشة في الرجال يورس الفقر ده النبي على السلام قالت حينما مر رجل حينما مر النبيه على رجل فلأ بيقول صاحبه بيقوله ايه بيقوله يعني بيوعزه بط torque أنت فيه ده والحياء ده هو اللي رجعك وره وهو اللي خلاك يضحقك فإذا بينامين صلى الله عليه وسلم يقول دعه فإن الحياء من الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها أو أعلاها إيماط أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان واحد حصل له مشكلة أو أمه ماتت أو جات له مشكلة أو صئت في الكلية فراح يزور صاحبه مالك قال له سقطت في كلية قال له ولا يهمك ايه المشكلة حتى لو نجحت يعني هتاخد ايه من وارك كلية خد الحتة دي بقى كده وروأ بها بالك قال له عم ما بشربش الحديد قال له عم ما يشرب ما يصحش عايب كده خليك راجل قال له ماليش في الكلام ده قال له انت ما سمعتش المثل اللي بيقول راس بلا كيف تستاهل الضرب بالسيف طبعا مسل قبيح جدا ومثل شيطاني وكأنه عايز يقول ان اللي ما يشربش مخدرات وما يشربش خمرة وما يغضبش ربنا يستاهل انه يتقتل مين اللي يستاهل انه يتقتل اللي بيشرب ويغضب ربنا ولا اللي بيطيع ربنا سبحانه تعالى ولذلك امرنا النبي على السلام ان احنا نحسن اختيار الصديق قال الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالر وقال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي واحد لقى صاحبه عمال بينافق واحد فبقل له انت بتعمل كده ليه وانت على طول كده مع كل الناس بالمنظر ده يقول له اخي انت ما سمعتش المثل اللي بيقول اللي ما تحتاجش وشه النهاردة بكرة تحتاج قفا طبعا المثل برضه هو عبارة عن دعوة للنفاق ان انت تنافق كل الناس لو ما حتقتش الانسان ده النهاردة اكيد هيجي عليك يوم وهتحتاجه فنفقه وجمله وعمل اي حاجة علشان توصل يعني ان المسلم الاصل فيه انه ما بينافقش حد الاصل في المسلم ان قلبه نخيه جميل وبيحب الناس كلها مش عشان مصالحه الشخصية وانما بيحبهم لله قال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من ضمنها وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وقال صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان من ضمن الامثلة الموجودة ان فلان ده راجل شراني قوي فواحد بيخبط عليه سأل عليه قال له فلان نايم قال الحمد لله ده نوم الظالم عباده عمر ما كان نوم الظالم عباده وكون ان الظالم نايم مش معناه ان هو نايم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى انما ممكن نقول نوم الظالم راحة من شره من ضمن الحاجات واحد رايح يزور صاحبه فابوه ابو صاحبه هو اللي فتح الباب سلام عليكم يا عمي ازاه حضرتك عليكم السلام يا ابني فلان الفلاني اللي هو ابنه صاحي ولا مش صاحي يقول له والله ابني ده نايم بقاله ساعتين بياكل رز مع الملايكة كلمة بياكل رز مع الملايكة كلمة مش مظبوطة لان الملايكة منزهون عن الاكل والشرب والشهوات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليلة والنهار لا يفطرون يبقى الاصل نقول له ايه نقول له نايم ما نقولوش بياكل رز مع الملايكة لان الملايكة لا يأكلون ولا يشربون اخر حاجتين اللي يختم بحلقة الليلة دي ان فلان شاف فلان ما بيصليش وما بعبودش ربنا وكلمه مرة واثنين وثلاثة فيلك فلان ده ده لا يمكن ربنا يهديه ده فلان ده رايح على النار راكب طيارة سكود او ساروخ سكود فلان بقى التاني بقى ده رايح على الجنة راكب طيارة ايه واكسة او مش عارف طيارة ايه الكلام ده ما يجسل ان فيه تقلع على ربنا لان انت كده حكمت نفسك في العباد قلت فلان يخش الجنة وفلان يخش النار مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن كده وقال ان رجل اللي يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس فيما يظهر للناس حتى اذا مقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار وان رجل اللي يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا مقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة فإنما الأعمال بالخواتيم فلا تحكم لمعين إن هو من أهل الجنة ولا تحكم على معين بأنه من أهل النار ويععت تألى على الله كان فيه واحد كما عنده مسلم النبي بيحكي عنه أنه قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الجنة فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى يتألى أن يحلف من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له فلان قد غفرت له وأحبطت عملك وحكى النبي على السلام عن اتنين من بني إسرائيل كانوا متواخيين أحدهما كان مجتهدا والآخر كان مذنبا فالمجتهد يمر على المذنب يقول له أقصر خف بقى في مرة من مرات قال له أقصر والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقال كلمة أوبقت عليه دنياه وأخرى فلما مات اجتمع عند الله عز وجل فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار ثم نظر إلى المذنب وقال اذهبوا به إلى الجنة اوعى تستبعد الهداية على حد كانوا زمان بيقولوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب وأسلم عمر الخطاب وكان فاروق الأمة الأكبر كان حسن حصين بين السنة والبدعة آخر مثال واحد شاف صاحبه بيصلي فبيقول له أنت بتصلي على إي يا ابني يا حبيبي مش نفعك لصلا ولا نفعك عبادة يا عزيزي افعل ما تريد فإن الجنة تكون بليت أخذ بالحضرتك بيقول له الجنة كاملة العدد مفيش عدد تاني داخل الجنة خلاص بخلصت المسألة مفيش حد داخل الجنة مين يقولي الكلام دوت مين اللي يتقل على الله ويقول أنه مفيش حد داخل الجنة خلاص الجنة كومبريت كلام ده خطير لأن فيه أولا بيثبت الناس عن عبادة الله حاجة تانية فيه ادعاء علم الغيب أن الجنة كتملت إيش عرفك مع أن سنة النبي بقى بتقول عكس كده بتقول أن المولى عز وجل والحديث في الصحيحين لا تزال جهنم يلقى فيها يعني يلقى فيها من الناس وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قد اكتفيت ثم الجنة بقى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة يعني إيه يعني النبي بيقول أن النار أما لا تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى إما يضع الحق جل وعلا قدمه في النار فتقول قط 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 اكتفيت مش عايزة حد تاني إنما الجنة كل أهل الجنة يسكنوا الجنة وربنا يجعلنا وياكم من أهل الجنة فلما يسكنوا الجنة وكل واحد ياخد ملكه في الجنة ملك عظيم جدا لا يخطر على قلب بشر وهيفضل فيه أماكن فضية في الجنة من رحمة ربنا أنه يخلق خلقا آخر ليسكنهم الجنة عشان تكتمل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى دي كان بعض الأمثال وبعض الكلمات اللي حبينا كده ندردش مع بعض وندحك مع بعض ونوضح موقف الشرع منها أسأل المولى عز وجل أن ينزها ألسنتنا من مثل هذه الكلمات ودين عارفنا الكلمات وموقف الشرع منها وأتمنى ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما وأتمنى يكون برنامج ده عجابكم إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير بحبكم في الله والله سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر الصارع من دوّمات الدنيا والشاوات مليون سنين